سيلاقي حتفة فوضى عارمة تجداح مدينة عدن جراء الاشتباكات بين فصائل متناحرة تتبع ميليشيا المجلس الاتقالي صباح هذا اليوم في مشهد يعمق مأساة المدنيين وسط غياب شبه كلي للدولة حيث بات واضحاً أن خلافاً عميقاً بين تلك الميليشيات على خلفيات مناطقية أدخل عدن في دوامة الفوضى والاقتتال ففي ظل غياب الدولة حضرت تلك الميليشيات التي اختزلت القضية الجنوبية لتجعل من مدينة عدن ثغر اليمن الباسم مسرح صراع بين فصيل الزبيد وشلال من جهة ومحسن الوال والربيع من جهة أخرى وبذلك تغيب القضية الوطنية في أتون صراع ثنائي بين الضالع ويافع لتعود إلى الذاكرة صراعات الماضي المناطقية التي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا مصادر في مدينة عدن أفادت أن الاشتباكات التي حصلت بين فصائل ميليشي الانتقال في خور مكسر وأجزاء من مدينة المعلة استخدمت فيها أسلحة متوسطة وخفيفة ما أدى إلى تعطيل حركة الملاحة الجوية بمطار عدن وإغلاق الخط البحري وشلل شبه كلي في حركة شوارع المدينة وإثارة الرعب والهلع في أوساط المواطنين الاشتباكات التي تشهدها مدينة عدن بين فصائل ميليشي الانتقال ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل شهية تلك الميليشيات للتمدد ونقل الفوضى من عدن إلى بقية المحافظات الأمر الذي خلق حالة من السقط الشعبي في المحافظات الجنوبية والشرقية ضد تلك الميليشيات التي لا تعد كونها شركة أمنية تتبع طرفي التحالف لتنفيذ أجندة تستهدف اليمن أرضا وإنسانا ليبقى السؤال عن دور التحالف السعودي الإماراتي في تغييب الدولة وحالة الوصاية التي يفرضها على الشرعية في الوقت الذي سمح فيه لميليشي الانتقال بالتمدد العسكري بالمناطق المحررة بعد اكتساب المشروعية السياسية عبر اتفاق الرياض ترجمة نانسي قنقر